اشتركوا في القناة من جوه مش مكتوم روعب جد هنعمله سادة و بالملبن و بالعجوة كمان بالنسبة للمكونات عندي كيلو من الديق الفاخر يكون منخول او ديق خاص بالبسكوتات والكحف و 530 جرام من السمنة نص كيلو معلقتين كبار من السمنة تكون بردة ولينة و 50 جرام من السكر البودرة 6 معلق كبار ربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر ربع معلقة صغيرة من الخميرة نص معلقة صغيرة من الفانيليا او معلقة صغيرة من ريحة الكحك نص معلقة صغيرة من الملح و معلقة كبيرة من السمسم يكون متحمص و 200 مل من الحليب او المية يكون دفين فيه ناس بتفضل تعمل الكحك بالحليب الافضل يكون مبصر وفيه ناس بتعملوا بمية علشان يطول عمر الكحك ويقعد مدة علشان لو عاملين كمية كبيرة وفيه حاجة كمان ان الكحك بتعمل بالسمنة بس ما بتعملش بالزبدة ولا الزيت اول حاجة حط نص المعلقة الصغيرة من البيكنج بودر على الدقيق نص المعلقة الصغيرة من الملح وقلب بقى الديق لازم يكون منخول ويكون فاخر وانزل بالمعلقة الكبيرة من السمسم المتحمص وهو سخن كده ننزل على الديق بيدي ريحة حلوة اول الديق ولو هتحطوا عليه ريحة الكحك هتحطوا معلقة صغيرة على الدقيق بس انا هعملوا بالفانيليا بعد كده هجهز الملبن اللي هحشي به هحط عليه معلقة من السمنة وحاول كده هرسه بالشوكة وبعد كده تعجنوه كويس قوي بأيديكم بعد من عامته كويس هاخد كده قطعة من الملبن قد 5 جرام بالزبط الحجم ده كويس قوي هكورها كده بين ايدي تبقى بالشكل ده هاديها تبريطة خفيفة كده هي كده تمام جهزت الملبن كله هجهز العجوة هكون مقطعها قطعة صغيرة كده واضيف عليها معلقة كبيرة من السمنة او معلقة كبيرة من الزبدة بتاع جنوها كده بقى بأيديكم لو حسيتوا ان هي نشفة شوية ممكن تحطوها عشر ثواني كده في الماكرويف بعد ما نعمت العجوة هاخد كطعة كده قد حجم البندقة وزنها 8 جرام وكورها كده بين ايدي واضيها تبطيطة كده خفيفة جهزت كل كمية العجوة اللي عندي بالشكل ده نبدأ بقى لشان نعجن الكحك وانزل بنص كيلو من السمنة والمعلقتين كبار تكون بردة وليينة نكون مخرجينها من التلاجة قبلها بنص ساعة وانزل بالخمسين جرام من السكر البودرة ست معلق كبار واسيب معلقة صغيرة على جنب لشان احطاها على الخميرة بعد كده وانزل بنص المعلقة الصغيرة من الفانيليا وابدأ اشغل العجان وانعم السكر البودرة قوي مع السمنة لحد ما يتضربوا كويس ويبقوا شبه الكريمة بالزبط لا تنسوش بقى اللايك واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلكو كله فيديوهاتي هتبقى بالشكل ده كأنها كريمة بالزبط اللون بقى فاتح وابيض هو ده القوام اللي انا عاوزاه بعد كده هنزل بالدقيق بعد كده هركب الكفة في العجان نيجي بقى الاهم مرحلة هي بس الكعك وممكن تعملوه على اديكم كل ما بنبس الكعك كويس جدا لمدة عشر دقايق والنعم السامنة مع ديق كل ما يطلع الكعك ناعم ودايب وروع جدا هنلاحظ ان العجين بقى عبارة عن كتل هنكمل ضرب عادي والكعك بيتبس انا هجهز الخميرة حط نص معلقة صغيرة من الخميرة على المعلقة الصغيرة من السكر البدرة اللي انا شلتها من مقدار السكر قبل كده على 200 مل من الحليب الدافي ولو حابين تستبدله الحليب بمية دافية زي ما تحبه ندوب بقى الخميرة وبعد كده اغطيها واسبها على جنب خمس دقايق لحد ما تتفاعل وترتفع هنشوف بقى العجينة نعمت جدا وتبس كويس قوي هو ده اللي انا عاوزاه بفصل العجينة ونزل كل اللي على جوانب الحلة اخر خطوة بقى هننزل بالحليب بالخميرة الخطوة دي هي مجرد لم العجين مش هنعجل مجرد الحليب يتشرب في العجين بنوقف علشان العجينة متعدمش ويطلع الكحك نشف منكم هي العجينة بتبقى بالشكل ده بتبقى مفرولة كده مجرد ان احنا بناخد قطعة من العجين وبين ايدينا بنعم فيها وندعك فيها كويس جدا بتنعم وبيبقى ما فيهاش اي تشققات كده بنضمن ان الكحك ما يشققش مننا في الفرن بصوا بقى العجينة نعمة زي في ايدي بتبقى كده بالزبط الكحك اللي على البارد ما بيخمرش انا هشتغل في العجينة على طول اول حاجة انا هقطع العجين لكوار حجم الكورة 23 جرام بحب اشتغل بالميزان علشان كل الحجم يبقى زي بعضه وبنعمها كويس بايدي وكوارها كده بين ايدي وتبقى الكورة نعمة ما فيهاش اي تشققات بتبقى بالشكل ده اكون مجهزة الصاج اللي انا هرص فيه الكحك دهناب نقطة من السم ده بمنديل وجهزت كل العجين وكمان الحشو ويا ريت كمين تكونوا بتشتغلوا في مكان بارد ما يكونش حار هاخد قطع من العجين وكون منعها كويس بين ايدي علشان ما يبقاش فيها اي تشققات وفتح كده من النص واخد قطع من الملبن ولم كده العجين على بعضه وقفل كويس ولف كده بايدي ضغطة خفيفة جدا كده تمام ارصها بقى في الصاج انا اعمل عجين من ايدي وفتح كده وحط قطع من الملبن ولو حابين تحطوا واحدة مكسرات معاه نقفل بقى كده كويس علشان الملبن ما يخرجش من العجين بالروحة قوي كده تمام اخد واحدة من العجين علشان اعملها بالعجوة حط واحدة عجوة وقفل ولف كده بالراحة هسيبها كده مكورة كده تماما رصها في الناحية التانية علشان ابقى عارفة كل نوع ممكن برضو تعملوه سادة انا عملت منه سادة برضو لو قطعت العجين معاكم فيها اي تشققات بين ايديكم نعمو فيها كويس قوي وهتبقى كويسة بالشكل ده هكمل انا بقى الكمية هنشكل بقى الكحك ممكن تشكلوه بالمنقاش بس انا هشكلو بالبصامة بقى معايا شوية ديق علشان احط البصامة فيه ونفضها كويس من الديق وبصم الكحك وبكده بضمن ان العجين ميلزقش في البصامة انا بضغط ضغطة خفيفة علشان برضو الكعك مايبقاش مبلط مننا وتبقى الكحكاية عالية شوية بصمت كل الكحك هنجي بقى للتسوية نكون مسخنين الفرن على درجة حرارة مية وستين لمدة عشر دقايق بعد كده ندخل الكحك على الرفل في النص النرف الاول بتبقى من تحت لحد ماياخد لون ده بحلو نشغل الشواية بعد كده لمدة دقتين برضو ياخد لون ده بحلو من فوق بياخد في حدود من 25 ل 30 دقيقة اهم حاجة ان درجة الحرارة متبقاش عالية علشان الحشو مايخرجش من الكحك وحاجة كمان مهمة ان احنا نكون منعامين قطعة العجين كويس قوي بين ايدينا علشان بعد كده برضو مايشققش منكو في الفرن والكحك اللي على البارد ما بيخمرش يدوب نخلص كل سنية ندخلها على الفرن على طول هنشوفه هو في الفرن الكحك زي ما هو مافتحش من نينة ولا شقق ولا اي حاجة بعد ما خرجته من الفرن واخد اللون المظبوط والسوا كويس هسيبه ايه ده بقى خالص هنشوفه بقى مع بعض الرسمة ثابتة مراحتش ولا حاجة ولا الحشو خرج واللون مظبوط جدا من تحت ولا شققت ولا تفتحت من نينة الكحكة اخد اللون المظبوط من فوق ومن تحت ومستوية كويس هنشوف الكحكة اللي بالملبن الحشو ما خرجش منه علشان مقفلين على الكحكة كويس قوي الكحكة نعمة جدا ودايبة بجد روعة ودي اللي بالعجوة ودي كمان سادة بص من جوه هشة ومش مكتومة وكمان نعمة جدا ترشو بقى عليه سكر بودرة بس يريتي بقى قبل التقديم على طول على قد الكمية اللي انتم محتاجينها ان شاء الله تجربوه يعجبكم يارب اكون افدتكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بداعة وحلوة من حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة